السلام عليكم يا أغلى أخوات اليوم إن شاء الله سنشارك مع بديتنا بعد المرافقات اللي كيمشيوا مع التركي وشكرا على التفاعل دي الأخوات مع الفيديو اللي كان سبق ديال تركي بطريقة الأمريكان من المسا مغربية مهم اليوم إن شاء الله سنشارك معكم هات جوج وصفات اللوبيا بهاد البصلة اللي كتكون مقرم شبوح الطريقة والمكور بالقرقاء على الناس كي يجي رائع سوف ندوح حاجة بحاجة هنا كما تشوفوا اللوبيا كناخد اللوبيا ديالنا كنسلقوها بشوية ديال الماء وشوية ديال الملح ومن بعد ما كتسلق ضروري ما كنديروها بحالكة في واحد البولي كنكونوا داري فيه الماء لما بارد مع تليجا ويقول للا كان لدينا غير الماء بارد كمديرو فيه باش كي يحفر لنا لهاد اللون ديالو الشر عاديك مسلوقة طيبة مزيان وكما كنشوفو كتبقى محبدة لاللون الاخضر هنا في واحد المقلة غادي ناخد هنا بصيلة كما تشتوا يعني خديسة بصيلة من شي كبيرة متوسطة خديسة هذه الحمرة وضفت لها واحد جوج ديال في صوص هكاك ديال التومة والزبدة ضفت لها تقربا واحد المعلقة ديال الزبدة وهذه هي اللوبيا هاد نخلي اللوبيا علاجر وغادي ندزول هاد المكور هاد المكور هاد اللي صغير كي يكون بحالكة كان ناخده تهو كنقسمه على جوج وكن نسلقوه بشوية ديال الماء والملح وهنا يعني غادي مدندل تسبيل دياله البنات كي يجي رائع رائع هاد المكور هاد باتسبيل ديال الزعتر البنات موهم هناك كما كشفوه كندفلو لواحدة رشيشة ديال الملح وخاك نسلقوه بالملح كنزاد نضيفو لواحدة رشيشة ديال الملح وكتعينينا ميزانه وغادي ندفلو شوية ديال الزبدة تقربا ماشي زبدة هاد تومة تقربا واحد جوج معلقة ديال تومة وتقربا واحدة المعلقة صغيرة ديال الزعتر اللي كان حكابي ديالي والبزار البنات كان نبزروا يعني على حساب الضوء وكان ندفو تقربا واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة وهاد شي غادي نقلبو فوحد الكاثرونة غادي نخلي يعني باشي بغينا غير لبسو بحال هكا ونصرحو في اللطة وندخلوه كيف ما يعني كيف ما غادي يتوفو انا هدي ايدا فا درسها انا باش يجي يعني ذاك المقوّر يعني شارب هاد توابيل هاد تخلطة اللي درنا يجي شارب يما شود رسوف واحد الكاثرونة وغادي نحطه فوق النار يعني غادي نحركو شي شوية باش يلا ديك الزبدة دوب ويدخل داك العناصر ما بديتهم داك داك الزعيطرة وداك البزار الملح قاعدك شي غادي يجي يعني داك المكوّر غاي يجي شارب اهنا بالنسبة للمقايلة غادي رجعوا لها ديال اللوبيا درنا فيها كما كتلكم بسلامة وسطة واحد جوش في صوص ديالتو ما محقوقين واحد ما محقوقا كبيرة ديال الزبدة وشوية ديال الملح وشوية ديال البزار وغادي نخلي على هاد الالبصيلة هادية حتى الدبل يعني تنزل شي شوية اه كتعطي واحد مضاكو زوين هاد البصيلة هادية مني كالدبل مشي منخلي واش الدبل بززاف يعني هانتو ما غادي تشوف معايا غاكتبدا الدبل كتعطي ذاك واحد المضاكو زوين فاديك اللوبيا وفي نفس الوقت كنحركو يعني إني إديناء على هاد المكوّر كنحركو تاك نحسو بذيك الزبدة اللي درنافي كلها دابت ودخلت في ذاك المكوّر يعني تقريبا واحد دقيقة هاكاك يبقى على على النار مع التحريك عشو واحد الريحة ديال الزعتار ديال زعيطرة ماشي زعيطرة البنادير زعيطرة عاطية من هذا المكوّر يا سلام عادي مقام السم الربحة اللي كنحرك في كما كنت لكم حتى يدخل تشرب لنا ذاك الزعيطرة وثوابي اللي درنافي وثوما سوف نحيد هذا المكوّر سوف يشوفوا ان شاء الله ما سوف ندلي من بعد هنا كما كشفون بعد مد بلت لنا الزبدة غاد نضيف اللوبيا اللي كما كنت لكم مسلوقة سلقناها بالملح ودرتها ضروري كما كشف اللون دياله خضر السر ديال هاد الخضروات كاملين البنات اللي كنسلقوه باش نحافظوا على اللون ديالهم كما كشفوا كيبقى ذاك اللون الخضر من السلق يعني غير كنسلقهم ذاك المسخون كدروري كنطفوه في واحد الماء اللي يكون بارد انا كما شو يعني في البداية ديال الفيديو كنديرا للمديرا فيه تلج يعني باش كيكون بارد منها كيبرد منها كيحاف كيرجع لنا ذاك اللون يعني سبحان الله كتبال لك اللوبيا بياب اللي شدد ذاك اللون الخضر الغامق ذاك الخزي وركم عارف ما كيكوني طيب كيشد ذاك اللون الخزي يعني كيبداي اللون دياله بحلي كيكحال غير كنخشوها في هذاك المبارد كيتفتح لي هاللون ديالها من جديد كما كشفو هنا يدفت لها تاني واحد تقريبا واحد جوج معلقها كاكتل كلاسة ديال القزبور مقطع وغادي المقا نحرك بحالكة في هذه البصيلة وفي هذه الانيتك تشرب لنا هذه اللوبيا تشرب لنا قاع هذوك التوابي اللي درنا البصيلة والخضيرات وذلك كل شيء ومن هنا كما كشفوها معاونا بالإيديال وكتباك موصلة السخونية الفوق ذاك الشيء كنقلب حالك بشي الله تشرب لنا مزيان تخلينا في كل شيء ودبا ان شاء الله هذي نشارك معكم البناس الدارة خديل هذو البصيلة هذو البصيلة الصراحة قال كنت غادية نشريها يعني كنت غادية نشري لقد تلحك يمكن دير شيء 31-37 دولار يعني غالي بالنسبة لي أنا وما كنستعملوش يعني ما كنطيبش أنا هذو طياب يعني الامريكاني دايما يعني مرة مرة وفي الآخر قلت لها هذي نديرو في الدار ووجات زوين البناس هذو البصيلة هذي كتكون طيبة بحلكة كتجي زوينة بزاف يعني معروفة هنا في ميريكان هذو البصيلة هذي هذو البصيلة هذي هما كيقليوها أنا جتهد وطيبتها في الفران جات رائعة البناس ومخديث هذي الحبادي البصيلة بحلكة حمرة قطعتها هكا ترانشيات ركا تبقى مجرم لكا تجي مجرم لبناس قطعتها بحلكة ترانشيات وكنحيد يعني كلها شو كنفككها يعني كنناخد غير دوك الدبالج كنخليها دبيلجات هذيك البصيلة غدي مقام السمرة بحلك هكا وهي من الاحسن يعني ناخد غير دبالج الكبار يعني اللي كيكونوا هذو الدوارات اللي كيكونوا كبار قطعتها يعني دائرة هذيك البصيلة يعني فيها هذوك الداخل هذوك نقدر نشلطهم بحاجة اخرى يعني في شلادة ولا في شي حاجة أنا غدي ناخد غير دبالج الكبار غير هذيك الدبالج الكبار وإلا شفتوا هنا مجداء البيض خديت جوج بيضاس وشوية دقيقة الفورس وشوية ديالشابلوغ أنا هنا مخديش لاشابلوغ هذا غير الخبز المتسبل اللي كندير به شلادة تحنته وهو اللي غدي نكمل فيه نبدأ ناخد هذيك البيض اللي بناس راني تبالتون لكم هذيك البيض درت فيه ثومة ودرت فيه الملح ودرت فيه البزار كان نخدمه مزيان وكان خليه مهم وكان نهزوه في الدبالج كما تشوفوا على هذي طريقة كان نهزو البصلة كنديرها في البيض من بعد كان ندوزها في الفورس دقيقة الفورس من بعد غدي رجعها في البيض من بعد غدي نديرها في الاشابلوغ وكان استفاع في اللطة اللي غدي ندخل فران مفرشة له هنا ورقة الزبدة كيف ماشته هما هنا الأمريكا الأكثرية يعني كي يقليوها يعني من هذي المرحلة كي يديروها في الزيت أنا ما بغيتش ندير الزيت يعني ما بغيتش ندير الزيت يعني ما بغيتش ندير في الزيت غدي نديرها في الفران وطيقوني البنات إلا جربتها بنفس طريقة غدي تعود عندكم معتمدة يعني كي يمقرمشة بوحد طريقة يا سلام كي يزوينة زوينة 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 بساف سافة قديم قمسة مرة بحلقة حتى نكمل كمية اللي عندي كمية وهنا لقد رجعت معاكم المكور من بعد كيف ماشته يعني المراحل كلها شاركتا معاكم درسوه سلقسوه شحرتوه بشوية ديال الزيتران وشوية ديال الزيتران وشوية ديال الزيتران وشوية ديال تسومة البزار الملح ومن بعد البنات هذه المرحلة المهمة أنهم كي يستفوع لفلاطة بحلقة اللي غدي يدخل الفران بهذه الطريقة الوجه دياله يعني كل فوق يعني ذيك القسمات كل فوق باش يلا يضرب فيها الفران ويجي مقرمشة يعني هذا المكور كي يجي مقرمش ويجي بالقرقاء على البنات مهم ما زال من سبكوش الأحداث كيتقدم بالقرقاء هذا المكور كي يجي يا سلام حتى هو يعني مرافقة زوينة هم هذو يعني أطباق أمريكية وكننا قدروا حناس سعملهم يعني مع الأطباق دياله يعني نديرهم كمرافقات مع الدجاج مع الحم مع أي حاجة ممكن ما كاشفو هنا جالت معاكم للبسلسة في ستفتة سيئة باش غادي يدخلوا الفرار دخلتهم متقا واحدة بجوج وشوفوا كيفما كي يخرجون البناس كي يخرجون مقرمشين يعني لقيت لكم مقرمشين مقرمشين وشوفوا المكور كيفاش كي يخرج حتى أولا كي يخرج بحالة كمحمر يعني بعدما كي يشد لنا ذلك اللون كنقلبوا باش يالله يشد لنا اللون من اللور حتى هو سوف يكون كما كاشفو دهما ما بقى لي غير غادي نقدمهم وشوفوا الطريقة باش كي يقدموهم موما البنات نقدموه في أي طبق بغينا نقدموه أنا هنا لحقا شركين الديرام يعني مرافقة مع تركي وغادي نقدموه في هاد المول هذا اللي غادي يدخل الفران راكم عارفين باش يعني يتحط الحاجة سخونة غادي نقدموه في هذا باش إن شاء الله حتى الوقت اللي بغينا نحط الماكلة دياللي ندخلهم الفران باش يبقاوا سخان سوف كما كاشفو حطيت اللوبيا بها الطريقة بحلكة وكنستفو عليهم هاد البصلة كتستفو من الفوق مثلا كنا دايرين مول مربع كيتستفو بطريقة مربعة أنا هنا يعني درت المول مدور درتهم على حساب وريدة يعني استفو ساد المبسالة بحلكة را كجي رائع البنات جربوا جربوا ورجعوا لي رجعوا لي الخبار سوف كما شتو هاده بنسبة اللوبيا كتجي علها الطريقة بحلكة وبالنسبة اللي مكورة البنات سوف نضعه في هاد اللاطة هادي مهم كيتحط به هاد طريقة ها كان يعني عشوائي وكيتدردرع من الفوق دياله كيتدردرع ليه القرقاع القرقاع ديال هنا يعني داكلي يكون ماشي القرقاع ديال نحنا غادي تشوفوه معايا ماشي القرقاع اللي كان القرقاع اللي كيكون طوال ماعرف شنو اسميزو مهم ديال ميريكان معروف هاداك القرقاع هنا هو هاد البنات كيكون طوال وكيكون لون دياله قوي سوف يتقدم هاد الشكل بحلكة كيجي زوين هاد الميلانج ديال القرقاع مع هاد المكور زائما يعني العقل اللي قلسي القرقاع مع المكور كتجي بشكل وكسل البنات سيكونيرا كيجي رائع كيجي غزال 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 بزال سوف البنات كانوا هادو المقبلة سديال اليوم شاركتو معاكم وان شاء الله هنصدروا لي فيديو اخر باش نشارك معاكم مقبلة اخرين اللي حضرت نيس ديال معا التركي وتالي هنا البنات ما بقالي غير غادي نحب اسمعاكم الفيديو كانت منعين الهاد الجوجة الوصفتي نالو الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علي بلايك البنات معا سلامة